السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ايه النهاردة هنعمل مع بعض الماكرونة الليبية اللي هي المبكبكة ايه خلينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي ايه هنجيب الحلة على الابوتجاز وحنحط فيها شوية كده حلوين من الزيت هنسيب الزيت يسخن ايه كويس وبعدين بقى هننزل ايه باللحمة ايه هنا هندي اللحمة لون انا عايزها هنا تاخد لون يعني ايه زي ما انتم شايفينها دلوقتي ايه دلوقتي بقى هننزل ببصلاية كده متقطعة ايه هنديها كده تقليبة معها ايه هنشوحهم بقى مع بعض كويس كده لحد البصراية ما تتبل خالص معايا هي اكلة سهلة يعني وكلها في حلة واحدة مش بنحتاج ان احنا نستخدم حلل كتير او مواعين كتير ايه دلوقتي هنبدأ ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا ايه معايا فلفل ايه هننزل بشوية كويسين كده من الفلفل ايه ومعايا شوية من ال ايه شوية من الكبابة الصيني برضو هننزل بشوية كده ايه ومعايا برضو بابريكيا هننزل بمعلقة كده ايه عشان تدينا برضو لون ايه انا هنا مش هحط الملحة خالص غير لما اللحمة تقرب تستوي هنقلبها بقى مع بعض ان اديها التشويح كويسة ايه وانا هنا محضرة عصير طماطم ايه دربت الطماطم وصفتها عشان مش عايزة يكون فيها القشر بتاعها ايه وحننزل كده بكم ايه ارن شطة ايه هنا حسب اختيارك انا نزلت باتنين بردين ونص بس ايه حار عشان الاطفال يعني ان هي دوبك تديها طعم بس ايه هنا الشطة بتكون اختياري يعني ايه سواء حار او بارد ايه ومعايا هنا معلقة كده صغيرة من التوم ايه المكارونا يعني انا بحب المكارونا تبقى بالتوم بتديها طعم كويس كده ايه هنا بقى بيكون الحاجات تشوحت معايا حننزل بقى بعصير الطماطم انا هنا كنت عصر الطماطم وكنت حطة كده معاها معلقة من السلسة عشان تدينا لون احمر كده كويس ايه ممكن اصلا نستبدل عصير الطماطم بالسلسة هنا بتدي التغلي ايه هنسيبها لحد ما تتسبك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ايه هنكون محضرين بقى مية بتغلي ونبدأ ننزل بها عشان احنا عايزين برضو نسوي اللحمة قبل ما ننزل المكارونا عشان المكارونا يدوبك ايه هتاخد سوى المكارونا بس ايه فاللحمة لازم نسويها قبل ما نحط المكارونا عليها ايه هنسيب بقى اللحمة هنا تستوي وبعدين ننزلها نرجع مع بعض انا هنا حطت لها قالب ايه اللي هو المرقة بس مرقة لحم ايه لو ما فيش مرقة اللحمة هنحط مرقة دجاج عادي ايه بتخلي الطعم تحفة كده معاكي هنا بقى هنحط الملح وبيكون بقى اللحمة استوت معايا يعني ابتدي ان احنا ننزل بقى بالمكارونا هنا يدوبك هتاخد من خمس لسبع دقايق وهطفي عليها بقى النار يدوبك بس هسوي المكارونا لان اللحمة استوت معايا هغطيها بقى وههد النار شوية كده خليها نار متوسطة ايه وكل شوية برضو نقلب فيها لان المكارونا بتمسك ايه معايا في الحلة ايه كانت تحفة وكانت ريحتها قلب البيت ايه دلوقتي بقى نقدمها مع بعض ايه شايفين الشكل هو البخاري اللي طالع كمان مش مبين شكلها ايه هننزل بيها بقى كده وده كده بيكون شكلها ايه بنحاول ان احنا برضو نرص اللحمة بتاعتها على الوش كده ايه هي كده بيكون ايه فيها سنة كده من السوس بتاعها بتكون جوسي كده ايه ويارب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم هي وصفة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة ايه ولو عجبتكم الوصفة متنسوش ان انتوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني لو عايزين اي وصفات تكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم وكده بتكون خلصة الوصف بتاعت النهاردة يارب بتكون عجبتكم وياريت تجربوها وبرضو تكتبوا لي في الكومنتات ومع السلام ترجمة نانسي قنقر